تتعدد الأزمات في العراق وتتنوع لتصب في النهاية على رأس المواطن العراقي الذي يدفع ثمن السياسات المتخبطة والفساد المزمن والفشل الذريع في إدارة الدولة أزمة الجفاف بدأت في التصاعد في الآونة الأخيرة لا سيما في محافظة ديالة التي تعيش على صفيح ساخر بسبب جرائم الميليشيات وتعيش من جهة أخرى واقعا لا يبشر بخير بعد الخطوات الأخيرة لإيران بقطع نحو أربعين رافدا وتحويل مجاريها إلى داخل الأراضي الإيرانية ومنع وصولها إلى العراق ديالة التي ظلت لعقود طويلة تتصدر سلة الإنتاج الزراعي العراقي ببساتينها الكثيرة والمتنوعة بات الجفاف يهدد مساحات واسعة منها إذ يؤكد مزارعون موت آلاف الأشجار خلال الأسابيع الماضية وفشل محاولات إنعاشها ووفقا لمسؤول محلي في ديالة فإن خسائر القطاع الزراعي جراء الخطوات الإيرانية الأخيرة في حجب المياه عن العراق كبدت المزارعين مئات الملايين من الدنانير وتهدد بتصحر مناطق زراعية كاملة واستعجز حكومي عن اتخاذ أي إجراء فعل الأمر ذاته ينطبق على محافظات أخرى تتكرر فيها المعاناة حيث تتصاعد المخاوف في محافظة المثنى وسواها من محافظات الجنوب من تعرض مساحات واسعة من الأراضي الزراعية لخطر التصحر كما تواجه محافظات كردستان العراق ذات المخاطر متأثرة بتراجع ملحوظ في معدل تساقط الأمطار وانعكاساتها على انخفاض غير مسبوق في منسوب مصادر المياه وتقلص المساحات الخضراء وكانت وزارتها الزراعة والموارد المائية قد أعلنتا تقليص المساحات المزروعة للموسم الشتوي بمقدار النصف مع استثناء ديالة من الموسم بالكامل وتنعكس ظاهرة الفساد وسوء الإدارة التي يعاني منها العراق على وضع وتنفير برامج ومشاريع استراتيجية للحد من آثار التصحر وإيجاد الحلول الكفيلة لظاهرة الجفاف التي تستفحل في البلد وتزيد من أزماته ترجمة نانسي قنقر